ماشي تعمل نروح لنشرة اخبار الكرة العربية اللي بنعملها كل يوم مع حضراتكم وفيها كلام مهم نبدأ طبعا بالبطولة العربية نهاردة في البطولة العربية النصر السعودي فاز على الشرطة العراقي بهدف نظيف سجيله كريسان ورنالدو من ركلة جزايا والهلال السعودي فاز على فريق الشباب بسلسية مقابل هدف وحيد وضرب موعد مع النصر في المباراة انها مباراة كبيرة جدا النصر والهلال نهاردة لقى بعشر لعبين من الشروط الاول طرد الحارس في الدور السعودي الاهلي بيعلن التعاقد مع فرانك كسيير قادما من برشلونة في صفقة بلغت قيمتها حوالي 15 مليون يورو كسيير من اللعبة المهمة جدا في برشلونة بس مكنش بيعتمد عليه كتير برشلونة الموسم الماضي لعب وسط قوي جدا والاهلي بينهي الاتفاق مع نادي روما على ضم المدافع البرازيلي روجير بنزا في صفقة ما تقالش لسه رقمها كما وفي الدور السعودي الاهلي بيجهز عرضا بقيمة 200 مليون يورو من أجل التعاقد مع نمار من باريس سان جرمان بحسن موقع رليفو الأسباني بعد ودي حاجة تانية بقى خبر تاني بعد مفوضات الهلال مع نمار وفيراتي للتعاقد معهما باريس سان جرمان بيستبعد الصناعي من تدريبات الفريق اليوم ويبلغهما بالرحيل خلال الانتقالات الصيفية ترجمة نانسي قنقر